اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول اكزامبل عندي بيقولك ايه ريشيو عندك بعوارة عن 3 terms عندك 20 to 12 to 40 انا عايزة ابدأ اعمل simplify لها طب انا بالنسباني النمبرز دي هل انا عارف ال time table اللي المشتركين فيه كلهم ولا لا طب لو انا مش عارف ال comment table بتاعي هبدأ اتفكر بمين بالديفزابلتي هل النمبرز اللي عندي ديت هل هي even numbers ولا لا ال 20 ده even number اليون السبتاعتي 0 ال 12 عندي even number اليون السبتاعتي 2 ال 40 برضو even number اليون السبتاعتي ايه 0 يبقى النمبرز عندي كل 3 numbers are even numbers يبقى هنبدأ نعملها divided by 2 20 divided 2 equals 10 12 divided 2 equals 6 40 divided 2 equals 20 هبدأ اسأل نفسي هل انا كده خلصت ولا لا هارجع تاني ال comment table ال 10 وال6 وال20 موجودين هم التلاتة في اني table عندي هلاقيهم عندي كلهم موجودين في table 2 وكلهم even numbers يبقى نقدر اعمل another step ان انا هبدأ اعمل divided by 2 يبقى 10 divided by 2 equals 5 6 divided by 2 equals 3 20 divided by 2 equals 10 طيب هلاقدر اعمل simplify تاني ولا لا افكرك كده بالحاجات المشيك بتاعنا الحاجات السحرية اللي بنفتكر بيها انا ال ratio بتاعتي كده خلصتها ولا لا ازاي ابدأ اعرف ان انا وصلت لل final step عندي simplest form اول حاجة لو لقيت عندي one once ان انا لقيت one يبقى انا كده المسألة بتاعتي خلصت طيب تاني حاجة لو لقيت عندي ايه two numbers بيجري وربعا دي افتر ايتش ازر يعني مثلا لقيت two or three لقيت مثلا five or six بقى انا كده خلصت طيب ايه تاني حاجة علامة سحرية تقولي ان انا ال ratio بتاعتي خلصت عندي لو لقيت عندي prime number احنا عارفين prime numbers احنا قلنا عليها numbers thinkة لمسا مينها prime numbers thinkة لان انا ما اقدرش عملها divided by itself بس مين ال prime numbers ال two ال three ال five ال seven ال eleven 13 and so on كل prime number منهم ما اقدرش عمله divided غير ايه by itself بس فعشان كده قوم بوصل ل prime numbers اعرف ان انا قربت اخلص دعا نرجع للمسألة بتاعتي ونشوف اهلا انا كده وصلت لأي حاجة من العلامات السحرية بتاعتي ولا لا انا هنا عندي ratio وصلت الاخر استبعنا عملتها ال five وال three وال ten ال five وال three وال ten هل فيهم prime numbers اوه انا عندي ال five وال three ده كده عندي two prime numbers اتنين تنكين اللي كده هيدخلقوا مع بعض ديهم ال three ما تقدرش عملها divided by three وال five ما اقدرش عملها غير divided by five يبقى كده ما اقدرش عمل خطوة تاني انا اعمل simplify طيب ما في ناس تقولي ما انت عندك ال five وعندك ال ten اعملوهم الاثنين divided لا انا لما يجي اعمل لازم ان امشي ارد جميع الاطراف لازم ان يمشي على three terms عندي يبقى انا كده وصلت المين عندي لل simplest a form تمام هي بس عيب ال ratio اللي هي three terms انه ما اقدرش اعمل لها اتشك للانصر بتاعتي يعني رشكة ال two terms اللي عندنا كنا نقدر نعملها تشك ان انا عمل لها بالكالكليتور اعمل ال final answer اعمل ال number بتاعي divided ولاقي تلعت الانصر بتاعتي على طول لكن ال ratio three numbers بتبقى متعبة معايا شوية فازم انت بقى انت ماشي step by step ومركز انت بتحسبها ازاي يبقى انا عندي ratio بتاعت ال two terms قدر اعمل تشك بالكالكليتور لكن ال three terms لازم اعملها وانا متأكد كده وستيب باي ستيب كده ان انا بعمل خطواتي كلها صحة جاهز بقى الورقة والقلم بتاعك والكالكليتور رد اكتب معي اول اجزامبل انا نجهزهلك معي تعال نشوف اول اجزامبل عندك بيقولك ratio simplify طبعا 15 to 30 to 45 ratio عندي 15 second 30 3rd 45 عايزة ابدأ اعمل ليا simplify طيب قلنا هنبدأ ان ندور على مين على ال comment table اللي عندي موجود ما بين three numbers عندي طبعا واضحة منور قوي زي الشمس كلهم عندي في table a table 5 ال units بتاعتي 0 or 5 فهبدأ اعمل لها divided by 5 يبقى 15 divided 5 equal 3 30 divided 5 equal 6 45 divided 5 equal 9 طب هل في ستيب تانية اوه انا ال 3 وال6 وال9 دي numbers بتنطق كلها في table 3 طب لو انا مش عارفة time table انا عندي 3 prime number ده number 2 كمقدرش عاملو يغل divided by a by itself فهنا عملت divided by 3 يبقى 3 divided 3 equals 1 6 divided 3 equal 2 9 divided 3 equal 3 طب انا كده خلصت ولا لأ في اي علامة سحرية اه ده كلهم منورين عندي 1 وعندي numbers after each other بيجري وراء بعض ديهم يبقى انا كده وصلت المين لل simplest a form اوكي دعالا نشوف ايجزامبل تاني 36 to 24 to 18 عايزين نبدأ نعمل لها simplify ها ابدأ اعمل لها ازاي انا هبدأ افكر عندي في numbers ال common table بتاعي هلاقي 36 وال24 وال18 هلاقيهم اه هم كلهم even numbers يبقى اقدر بمنتاز سول عمل لها divided by a by 2 طب لو انت بتفكر شوية 36 وال24 وال18 هم موجودين في table 2 وموجودين في table 3 واحنا قلنا المرة اللي فاتت لو لو لقيتهم في table 2 و table 3 يبقى اكيد موجودين في table كام table 6 يبقى اللي يمشي على 2 يمشي على 3 يبقى اكيد هيمشي على ايه على 6 نفس الكلام لو لقيته مشي على 2 ومشي على 5 يبقى يمشي على 3 يعني لو هو divisible by 2 divisible by 5 يبقى يكون divisible by 10 لو هو divisible by 2 divisible by 4 يبقى automatic divisible by مين by 8 لو divisible by 3 divisible by 5 يبقى divisible by ايوة 15 طيب يبقى هنا عندي numbers 36 وال24 وال18 موجودين عندي هم 3 numbers divisible by 2 by 3 by 6 لو انا عايزة اعمل لهم divided انا عايزة بعمل simplify يعني numbers بتاعتها numbers بتاعتي بتاعت ايه بتاعت ايه احنا قلنا عايزين هتخس هتخس بال 2 ولا 3 ولا 6 اسرح حاجة تبقى عندي بالايه بال 6 طب لو انا ما كنتش عارف كل الكلام انتي قلتيه دوت واضعف حاجة عندي انا عارف ان هم خلاص امشي براحتك بس هيا بتاعتك هتابطول شوية يلا نبدأ نشوفها انا هنا جهزتها معايا الشغل بتاعتها عشان الناس اللي برضو الطايم تابل عندها مش مزبط معي يبقى هنا عندي نرجع للمسألة بتاعتي يبقى 36 24 18 هنا عملت لها divided by 2 36 divided by 2 18 24 divided 2 12 18 divided 2 equal 9 هلا انا كده وصلت الـ ومبتايا اللي مفيش ولا عمس حرية عندي طب الـ 18 والـ وال9 الـ 3 نمبرز عندي كلهم في تابل كام تابل 3 طيب لو انت مش حافظ تابل 3 1 plus 8 9 الـ 9 تابل 3 قدر عملها divided by 3 1 plus 2 3 الـ 3 برضو قدر عملها divided by 3 في 3 يبقى 3 نمبرزين عملت لهم divided by 3 يبقى 18 divided 3 6 12 divided 3 4 9 divided 3 3 طب هلا انا كده خلصت ولا لا ابدأ اشوف العلامات السحرية بتاعتي هلا انا عندي 1 لا عندي نمبرز بتجري وارا بعضها اه انا عندي 3 وال4 بيجري وارا بعضهم يبقى انا كده ايه خلصت المسألة ايه بتاعتي تمام كده طيب تعال اشوف اجزامبل تاني 100 230 2600 اه النمبرز اللي فيها 0s دي بتبقى مريحة جدا بس ممكن الطالب يطلق بط فيها عندي طبعا الناس اوما تقى 0s بتعمل فرح بتعمل cancelation لكل 0s اللي عندي رأة احنا متفقين بازمان يمشي على واحد يمشي على ايه على التو نمبرز التانين طيب انا هنا عندي 2 zeros وهنا 1 zero وهنا 2 zeros فانا اقل واحد منها عندي فيهم 0 واحد بس اللي هو عند 30 يبقى انا الرشيو كلها هنعمل لها divided by 10 يبقى لما عمل divided by 10 يبقى فيه 0 هي cancel من each term عندي يبقى 100 divided 10 equals 10 30 divided 10 equals 3 600 divided 10 equals 60 طيب نسأل نفسنا قالك اذا وصلت هل فيه another step تاني ولا لا نبدأ نشوف عندي 1 لا عندي numbers تجي وربع ديها لا عندي prime numbers اه مين ال prime number اللي عندي 3 the prime number 10 ماقدرش عمله divided by a by 3 هسأل numbers التاني انت عليها 10 انت 10 هقدر عملك divided by 3 لا يبقى خلاص هتقول لي ياميس ما هي 60 10 فهقولك مليش دعوة لازمان يمشي على 3 numbers يبقى هنا ماقدرش عمل divided by 3 انا كده المسألة بتاعتي ايه خلص تمام كده يبقى عارفنا العلمات السحرية بتاعتي طيب اه تاني نوع عندي من انواع simplifying لما يكون عندي decimal لما يكون عندي مين decimal هتخلص ازاي من decimal بتاعي دعونا نشوف مسألة عندي بال numbers هتبقى عاملة ازاي دعونا نكتب كده بالورقة بالقلم نشوف ازاي ال steps بتاعتي لو انا كتبتلك عندك 0.5 وعندك 3.5 والنمبر التاني 0.15 احنا كنا متفقين قبل كده لانا ما يجيلي decimal لازم انا تخلص من decimal point طب انا هنا decimal point عندي فيها مشكلة انا هنا عندي decimal point after how many digits from right after one digit يبقى مفهود اعمل لنا time 10 عشان تتحول تبقى 5 هنا 3.5 معمولة هنا after how many digits one digit مفهود اعمل time 10 طب هنا 0.15 مفهود اعمل لها multiplying by a 100 لان هي after two digits طب هنا 10 وهنا 10 وهنا 100 همش تبعين هسمع كلامك كبير عشان ينفع عليهم كلهم فالمفروض كلها هعملها times 100 فلما عملها time 100 يبقى انا اتخلصت منهم بس انا هسمع كلامك كبير لاني لو انا كنت عملتها كلها time 10 حاجة عند النمبر ده لو عملتوا time 10 هيتحاول يبقى 1.5 يبقى decimal point ريستة موجودة يبقى انا محلتش المشكلة بتاعتي يبقى ليه بس مع كلامك كبير عشان اتخلص من decimal point فيهم كلهم يعني اعرفنا هنا time 10 time 10 time 100 يبقى انا هعمل multiply by 100 نيجي بقى command stick بتوع ايه 6 primary بيعملوها 0.5 الناس خلاص حفظت decimal point هتطيط تروح كبلك 5 وتجري لا حبيب قال احنا عاملين time cam 100 يبقى decimal point هتتحرك two digits يبقى هنا عندي ايه 50 وstep by step ممكن بيعمل شكل الكلكوليطور بالكلكوليطور بتاعتي تمام طب هنا 3.5 100 يبقى decimal point تحرك ادي 1 ادي 2 يبقى 300 ايه 50 اللي بعديها 0.15 time 100 يبقى يقوى عندي ايه 50 يبقى كده الحمد لله بفضل الله خلصت من مين من decimal a point هتقول انت عاملة time وانت تنسلتوني بتعمله simplify divided ده اقول لك لا time انا بزبط شكل الرشيو لسه ما عملتش اي simplify فيها طب لما نبدأ نعمل simplify المسألة منورة كلها triple a 5 هنبدأ نعمل divided by 5 انت مضيقاك الزيرو دي 350 طب انا هعمل فيها ايه اي 0 دي اعمل له heading عبطول لو انا عملت له hiding كده بقت 30 a 5 انا حافظ table 35 sorry 35 عارفها انا مقودة في table ايه table 5 فلو في عندك 0 اعمل له hiding وهتبدأ تشوفها equal ايه يبقى 50 divided 5 equals 10 350 divided 5 هيبقى equal 70 15 divided 5 equal 3 عندي 1 لا عندي numbers تقريبها بعضية لا عندي prime نمبر مين عندي 3 3 10 10 divisible 3 لا 70 divisible 3 لا يبقى انا كده وصلت تمام تمام تعالي بدأ نشوف الاجزامبلز المجهزة معي هترورا والقلم والكالكليت رود اشتغل ايه معي همليك اول معي بيقولك عندك 0.6 2 1.2 2 0.18 هبدأ اعمل لها multiplying by 1 كنت بتاع خلاص يلا معي اول حاجة عندك 0.6 decimal point after how many digits only one digit يبقى المفروض هنا 0.2 after how many digits one digit يبقى هعمل multiplying by 10 0.18 how many digits عندي decimal point after two digits from right عشان في ناس بتعمل count from left لا from right يبقى انا عندي 10 10 100 هسمع كلام من الكبير الكبير عندي من هنا 100 حسب تها معي اه يبقى 0.6 time 100 equals 60 في حد قتل 6 عنده خب بالك من 0 عشان دي بتغلط 1.2 لما عمل time 100 تبقى equals 120 0.18 يبقى equal عندي 18 طيب انا الناس اتخضط numbers كبيرة متتخضش zeros اللي مضايقات اعملها hiding انها مش موجودة اعتبر هنا دي 6 واعتبر هنا دي 12 6 وال12 وال18 ونورة في انا هنا عملت divided by 6 60 divided 6 equal 10 120 divided 6 equals 20 18 divided 6 equal 3 طيب ها في 1 لا في numbers بتجري بربع عضية لا عندي prime number mean 3 10 divisible by 3 لا خلاص مش محلقة تمام انا كده وصلت لل simplest a 4 تمام اوكي دعنا نشوف example 10 1.4 0.07 0.042 وعندي 1000 اه سوري ده الاستيبل انا عاملها انا عايزة هنا ابدأ اتخلص ايه اعمل getting grade من decimal point 1.4 after one digit مفوض time 10 0.07 يبقى after two digit يبقى multiply by 100 0.042 يبقى مفوض عمل multiply by 1000 وانا هنا هسمع كلام mean الكبير يبقى time 1000 يبقى هنا عندي 1400 وهنا عندي 70 وهنا عندي equal 42 طبعا 0 هنعملها hiding يبقى 14 14 7 42 في table 7 يبقى divided by 7 يبقى هنا 270 divided 7 10 42 divided 7 equal 6 3 numbers are even numbers يبقى هنبدأ نعمل divided by 2 يبقى 110 divided 2 5 6 divided 2 equal 3 وصلت ال 1 لأ عندي numbers تقريبا بعضية لأ عندي prime numbers 3 5 هتخلقوا مع بعض يبقى خلص المسألة بتاعتها تمام تعال نشوف واحدة كمان 36 2 4.8 2 0.006 هتقول لي إذا ده فيها number أقول لك الحمد لله فضل ونعم عند ربنا مش حاطتلي decimal point فمش هيخيرك معاه هتقول لي لازمة يكون فيها decimal point لا أقول لك عادي ما فيهاش decimal point ده كده راجل قطر خير وريحنا طيب يبقى هنا ما فيهاش مشكلة مشكلتي عند 4.8 decimal point after how many digits 1 digit يبقى time 10 decimal point after how many digits 1 2 يبقى هنا 36 وهنا 48 وهنا عندي مين L6 يبقى L36 وال48 وال6 كلهم عندي في table 6 هنعمل divided by 6 يبقى هنا عندي 6000 وهنا عندي 800 وهنا 1 خلصت عرفت منين عرفت من 1 تمام كده بعد كده عندي آخر جزئية عندي بتاع الرشيو لو أنا عندي الرشيو عبارة عن زي ما عملنا بالزبط هنبدأ نعمل مع مين مع الثري نكتب كده عندي ونشوف هنعمله ازاي لو أنا جايبها لك 2 2 2 2 4 5 دي هنا عندي رشيو هبدأ عملها ازاي احنا كنا اتفاقنا ان انا حول هول نمبر عشان احول هول هتخلص من مين اللي عملي الازمة هنا هنا الدي عندي والثري والفايف هتخلص منها ازاي الثري والثري والفايف كل انا هعمله هاجي اعمل time 2 time 3 time 5 وهنا كذلك time 2 time 3 time 5 time 2 time 3 time 5 تقولي انت بتعملي لي هقولك طول بلك معين لما جي ابدأ اعمل التول هنا هتتكانسل مع التول هنا هيبقى لي 1 time 3 3 3 time 5 15 هنا الثري هتتكانسل مع الثري انا بعمل كل ده عشان تخلص من الدي من الفضل عندي 2 time 2 4 4 time 5 20 20 الوصد نمبر عندي ال5 اتكانسل مع ال5 4 time 2 8 8 times 3 24 تمام كده يبقى تاني براحة انا هنا عندي ال2 وال3 وال5 بعد خلص منها فكل ترم عندي هعمل time 2 time 3 time 5 ال2 تكانسلت مع 2 النمبر اللي باقي هعملها time 1 time 3 3 3 5 15 يبقى انا كده الحمد لله وصلت ان انا خليتها عندي ان هي عبارة عن ايه whole numbers بعد كده اعمل مين simplify انا عندي 15 وال20 وال24 اه هل هنا عندي دولة even numbers اه بس ال15 لا يبقى مش هنفع divided by 2 هل هم في 5 15 وال20 اه 24 ما تنفع ش مقدرش عاملها طيب هل هم في table 3 15 وال24 وال20 مش عندي الله طبعا انا كده مش قادرة اوصل لأي حاجة طيب ومش فاكر time tables همسك اصغر number فيهم وال15 الحلوة دي انت وصلت لها ال15 دي موجودة في ايه يبقى 3 time 5 يبقى 1 time 15 شفتها في حتة تانية لا تمام كده يلا بقى اكتب معي اول example ونبدأ نشوف عندي بيقولك ايه اول ratio عندك number بيقولك 3 over 5 2 1 over 2 2 2 over 7 كتبتا خلاص تمام بيقولك عندك هنا ال 5 وال2 وال7 يبقى انا هبدأ اعمل multiplying the ratio كلها by 5 by time 5 time 2 time 7 يبقى هنا time 5 time 2 time 7 ال 3 numbers اوكي هكانسل ال 5 يبقى 3 time 2 هكانسل ال 2 is 2 يبقى 1 time 5 5 5 time 7 30 5 نيجي بعد كده عندي ال 7 هكانسلها مع مين مع ال 7 يبقى 2 time 5 10 10 time 2 equals 20 يبقى انا كده الحمد لله خلصت من نبدأ نشوف هي متعبة معي عندك ال 42 35 20 هل ال even numbers divisible by 2 كلهم لا divisible by 5 كلهم لا divisible by 3 كلهم لا طيب انا هعمل ايه طيب تي نمبر منهم كده هنا ظاهرة عندي عشان مدخش نفسي مين هنا الظاهرة عندي ال 35 ال 35 دي مشوفتاش في time table كلها 5 time 7 بس طيب 5 time 7 يبقى عندي هعمل divided by 5 او 7 هل 42 20 divisible by 5 اللي 2 لا اللي 2 divisible by 7 لا يبقى انا كده وصلت مين لل simple stuff عندي يبقى كده ايه خلصت المسألة بتاعتي تمام يبقى هنا 42 35 و20 انا كده دي simple stuff عندي لان انا مقدرش عمل لها divided تاني اوكي فما تشكش في نفسك لو طلعت لك numbers كبيرة تمام طيب نيجي بعد كده نشوف example تاني بيقولك ايه 5 2 3 over 10 2 1 over 6 ايه ده 5 مش fraction اقولك قطر خير والراجل مش هعمل لك fraction عشان ما عمل لك ازمة 7 5 زي ما هي دي كده ما فيش اي مشكلة مشكلتك في مين عندك في 10 وال6 يبقى انا الratio كلها هعملها time 10 time 6 في ناس هتقولي ما انا هعملها time دورة بس دورة الفين ومشكلة لا دي ratio دي عملا زي كده زي الميزان مقدرش اعمل حاجة والتانية لا لازم نعمل في 3 numbers مع بعض ينه يبقى هعمل time 10 time 6 time 10 time 6 3 numbers وابدأ احسب 5 time 10 time 600 second term هتنسل 10 و10 يبقى 3 times 18 third term هتنسل 6 و6 يبقى 1 time 10 equal 10 3 hundred و8 10 هبدأ اسأل نفسي numbers كبيرة بس ولا يهمك مش 3 numbers زر even numbers يبقى قدر عملها divided by 2 اول عمل divided by 2 هلا 300 divided 2 150 18 divided 2 equal 9 10 5 هل دي 1 لا عندي prime number 5 5 prime number طيب 150 divisible by 5 هلقى تنفع 9 divisible by 5 لا يبقى كده ما نفعتش يبقى انا كده ايه المسألة بتاعتي خلصت وهي دي عندي symbols form اوكي كده تعالها نشوف بقى مسألة ميكس كده جمعت معايا كل الحاجات ركز معايا انا هنا جايب لك 5 ده هون number وعندي 0.2 وعندي 2 over 3 طب انا هنعملها ازاي قدامك سكة من الاتنين ال5 ما فيهاش مشكلة بالنسبالي انا مشكلتي في decimal point ومشكلتي في fraction طب انا قدامي السكتين يا اما خلي مسألتي كلها decimal او اخلي مسألتي كلها ايه fraction انا كده عندي مكتوبة عندك 5 و 0.2 و 2 over 3 يا اما خلي كلها decimal يا اما كلها خلي fraction طب انا بفضل مين عندي انا بفضل المسألة بتاعتي كلها تتحول ل fractions ليه هاتي الكليتور بتاعك اكتب معايا اعمل fraction اكتب 2 over 3 دوس equal دوس sd تلعلك ايه عندك فرح 0.6666 طب انا هعمل بايه ده كله هتقول هاخد اول 2 digits بس اواخد 0.6 لأ انت كده اخدت approximate value فما ينفعش فعشان تجنبا اننا ما اخدش approximate value ومسألة بتاعتي تتغير لو انا لقيت عندي في الرشيو بتاعتي في decimal وفي fraction هبدأ احول مسألتي كلها المين لفركشن انا عارفة انت بتحب الدسمال عشان اسأل بس معلش عشان ما يطلع لك الفرح ده وتبدأ المسألة بتاعتك تتغير فانا لما يكون عندي في decimal وفي fraction بحاول لهم كلهم لفركشن اوكي دعا نبدأ دوس equal هتطلع لك عطول الفركشن الفور يبقى انا عندي 5 0.2 هي 1 over 5 2 over 3 زي ما هي ابدأ اعمل بقى الرشيو بتاعتي بروح ما فيش اي مشكلة يبقى هنعمل هنا time 5 time 3 لان الديمونيتر زي عندي 5 و 3 طيب 5 times 3 ل3 نمبر طيب لما عمل هل انا كده وصلت للسمبل معندي ولا لأ عندي 1 لأ عندي نمبر زي تجري وراء بعضها لأ عندي prime number او مين 3 هل 75 و 10 divisible 3 الاثنين 75 ماشي لكن الاثن لا مدام ما مشيتش على واحد يبقى ما تنفعش عليهم كلهم يبقى انا كده وصلت في كده اي مشكلة عندك فيها بتاقي المسائلة عندك بسيطة وعندك الكتاب المدرسة هتلاقي فيه اسئلة كتير قوية عليها في الكتاب المدرسة وفي من وراء اشتغل هنا واشتغل هنا ولو عندك سؤال ابدأ اسأل طيب احنا معنا وقت يا جماعة طيب اعبال ما يقولنا الوقت بتاعنا فاضل ايه احنا ممكن نبدأ في حتة كده سغنونة بتيجي عندك طيب ما عندناش الاسف وقت هنقولها ان شاء الله المرة الجاية بنتكلم على الكونستانت ريشيو مرة جاية ان شاء الله باذن الله نشوف الكونستانت ريشيو عندي عبارة عن ايه اتمنى ان كون الحلقة بتاعتنا خفيفة عليكم وان شاء الله سنناكم الاسبوع القادم وبالنسبة لطلبة الصف الاول الاعدادي اقلقاكم بعد الفاصل كانت معكم ماروة زكريا من قناة مصر التعليم